بحثا للحلول والوقاية من السرطان الذي يعد من أفتك الأمراض حيث تتعدد عنواعه وتختلف كسرطان الثدي وسرطان الجلد الذين يعتبران من أكثر عنواع السرطانات انتشارا بين النساء والفتعين مما يستدعي علاجه واكتشافه مبكرا بدورها كقيادية ومسؤولة عن المرأة الشادية وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الوطني أمينة بيرسيل لونغو قدمت نصائح لأخواتها عن خطورة هذا المرض اليوم بنادل تبقى كونسير غي أقرب أصدق بني سخيري أشهر و أرب سنة دابا ديدا ناكولا غي أمرك ودبس كونسير جاء كاربا وهي قايد بطان دربرة ما عندوم انفرماشيون كاربو غايدين فوقا في بيت دابا أصدق في أن جمينا عند ثلاثة سمن اليوم جو دخلالست اللاف كلما رغض الأمر في إطالة شكرا لك لفايد الأخرى للمساعدة ويغترقت في الفكرة أحضر على أجميك ولكن لنا نع赴ع هذا اليوم لنا نحو نفس العودة لنحظة نحو اغكل لنا نزع من حوالي لنا ندعار لنا نتعارل لنا نتعارل لنا نتعارل لنا نتحب لنتعارل لنا نتعارل لكن هناك مداخلات المداخلات يتعلم بشكل المساكل ويشفح أن يكون هناك مداخلات المساكل لأنه يجب أن يكون يجب أن يجب أن يحسسون بشكل مداخل وفي مداخلته الرئيس رابطة المكافحة السرطان الدكتور منيكا سي تحدثت عن الواج السرطان وخاصة السرطان السادية عندما نحن نخل الانسارة أما زارت وزيرة الدولة البنت المصابة بصرطان الثدي ذات الأربعة عشر عاماً